وقبل ما نبدأ أولى فقراتنا نروح ونصبح على زملية نادينا شرف ونعرف منها أخبار الطقس والعملات أيضاً كمان أعتقد النهاردة السبت ما فيش مرورية دي بالضبط صباح خير يا أحمد صباح خير يا هدير صباح خير واستعادة على كل مصير في كل مكان وطبعاً يعني كان نفسي أقولكم الجو بس هو الجو حر خلاص نحن حاسين بالحر خلاص صحيح فعلاً خانوية دلوقتي أخدكم في جولة سريعة كده نتطمن معاكم عن متوسط أسعار صرف العملات الرسمية النهاردة هنبدأ معاكم من الدرة الأمريكي وسعر البيع وسعر شراء سعر البيع للدرول الأمريكي 18 جنيه 67 إرش والشراء 18 جنيه 59 إرش اليورو 19 جنيه 96 إرش للبيع و19 جنيه 87 إرش للشراء الجنيه الإستريني 23 جنيه 42 إرش للبيع 23 جنيه 31 إرش للشراء الفرانك سويسري 19 جنيه 44 إرش للبيع 19 جنيه 36 إرش للشراء اليوان قصيني 2 جنيه 79 إرش للبيع 2 جنيه 78 إرش للشراء ليار سعودي 4 جنيه 98 إرش للبيع 4 جنيه 95 إرش للشراء دينار كويتي 61 جنيه وإرشين للبيع و60 جنيه 74 إرش للشراء وأخيرا درهم الأمراضي 5 جنيه 8 أرش للبيع و5 جنيه و6 أرش للشراء بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب النهاردة عيار 18 سجل 863 جنيه عيار 21 سجل 1007 جنيه عيار 24 سجل 151 جنيه وأخيرا جنيه الذهب وصل لـ 8065 جنيه خلونا ساعد معكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الجو هيكون حارة على القاهرة الكبرى والواجه البحري وسط واحل الشرقية هترجع كمان تنشط رياح على كل محافظات القاهرة الكبرى والواجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر الشابورة اختفت من على طرق في جميع محافظات الجمهورية درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة هنتبع مع حضركم الطقس بالتفصيل بعد شوية ترجمة نانسي قنقر